اشتركوا في القناة مهم جدا يفون تحتها تأساسية دي شغل جامد جريد الشروق الصفحة الثالثة العسكري يستخدم صلحياته تشريعية ويصدر خمس قوانين والرئيس يصدق عليها شيماء عادل تعود إلى مصر اليوم على متن طائرة الرئيس مرسي المصر اليوم الصفحة الأولى كارثة الأسكندرية 15 قتيلا وشهود 20 شخصا تحت الأنقاض المصر اليوم قضاة طيار الاستقلال يتبرؤون من قضاة من أجل مصر ويؤكدون الحركة لا تمثلنا واخيرا من يوم السابع صفحة الثالثة الجيزة تفسخ تعقل ثلاث شركات للنظافة لإمالها في رفع القمامة تالي أخبار النهاردة دسمة جدا ومهمة جدا نعم نعم ومن جريدة المصر يوم زي ما قلنا وصفحة الأولى المشير مصر للمصرين جميعا ونالن أسمح بأن تكون لجماعة معينة فضل خلال الحقيقة أن غدا بإذن الله سوف يصدر حكم محكمة القضايا الإداري يحدد مصير الجامعات التأسية للدستور قبل المشير بعد لقاء روزية الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ذهب إلى الجيش الثاني الميداني في حفل تسليم وتسلم القيادة وقال تصريحات في الحقيقة تصريحات بتنم عن التهدئة والطمأنينة والاستقرار في الشارع المصري أصمانا كنت أريد أن أسأل حركة سؤالي من نسبة لزيارة هيلاري كلينتون لمصرين كانت مبينة مؤيد ومعارض بس لو نقول لو ندي هادلاينز بسيطة لتفاصيل الزيارة كانت أسبابها نعم هي الزيارة لدولتين لمصر وإسرائيل هي ذهبت لإسرائيل مساء أمس طبعا كان فيه طيار معارض وطيار مؤيد طيار المعارض يعني بيقول أن احنا مش عايزين تدخل خارجي في الشؤون المصرية وبيستانيوا في كده بيقولوا أن القيادة السلطة الحاكمة في مصر تنتمي إلى طيار معين وهم بقى بيرفضوا هذا الوضع وبيقولوا أن هي تيجي للجميع وتقابل الجميع لأن السلطة الموجودة بتمثل طيار معين فبالتالي بيرض عليهم طيار آخر وبيقولوا أنه يعني ما فيش احتكار للسلطة ما فيش يعني فيه خاسر وفيه مهزوم فيه كسبان وفيه مهزوم وبيقولوا كمان أن مش أول مرة تأتي وزيرة من الخارج خصوصاً أمريكا وكده وبعدين ده نظام بروتوكولي موجود وأن المفروض الآخرين يسلموا بقى أن الصندوق الانتخابي جاء برئيس منتخب وله كافة الصلاحيات في الشؤون الداخلية وفي الشؤون الخارجية يعني ده الملخص لكن نقدر نقول أن بعض الأخوة المسيحيين تدعموا مسألة الرفض ورفضوا هي طلبت مقابلاتهم وهم رفضوا المقابلة وقالوا ده دين يعني مسألة وطنية ومسألة يعني لا نقبل التدخل فبالتالي في جدل في المسألة دي لكن الزيارة خلصت ومش عايزين نقف عندها أمامنا مشاكل وأمامنا مسائل وقضايا البيرة أهب بكتير من زيارة جات وخلصت وانتهت طيب يمكن هلك عايز تتعلق ديني على تصريحات السيدة نعم يعني هو التصريحات بترد على ما يجري في الساحة خصوصا في ميدان التحرير الاعتصام منذ يوم الجمعة الماضي بيطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأصدرك الجيش فهو بيرد ويقول أن في جهات أجنبية بتغيرت على جهات داخلية تحديد توطر وفوضى وقلق في البلاد وكمان بيقول أن الجيش القوات المسلحة يعني بيكلم بفخر أن هي المرحلة انتقالية عادت بخير وأنهم التزموا وجاء الرئيس وسوف يأتي دستور وسوف يأتي برلمان جديد وبيقول حتى المشيد بيقول أن معركة أكتوبر في 73 كانت أسهل بكثير على القوات المسلحة مما يجري في الوضع الآن فدي كلمة لها مغزاها وبيتنم عن الصعوبة والمتاعب والقلاق اللي واجهتها لقوات المسلحة وتخطعتها بنجاح هلان نيجي لجارية الشروق وصفحة الأولى مرسي يتفوض مع العسكري ويناور بتحصين التأسيسية هل سنطمن على لجنة التأسيس لكتاب الدستور مصر والحقيقة يعني مش منورة ده رئيس جمهورية منتخب يعني يناور على إيه هو رئيس هو في إيده إصدار القرارات حتى لو كانت الجهة التشريعية انتقلت من المجلس الشعبي إلى المجلس العسكري وفق الإعلان الدستوري المكمل لكن نقدر نقول أن القرارات التي تصدر تصدر باسم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مثلا أصدر بالأمس خمس قرارات تتعلق بالعلاوة وتتعلق بالتحسين جور العاملين بالجامعات الأساس الجامعات وتتعلق بالمنطقة الحرة ببور سعيد هذه القرارات صدرت باسم رئيس الجمهورية باسم رئيس الجمهورية لكن الجهة التشريعية التي اعتمدتها من قبل هي القوات المسلحة كجهة تشريعية بدلا من مجلس الشعب فبالتالي نقدر نقول أن بين القرارات التي صدرت أمس وأحدثت جدلا كبيرا جدا في الساحة السياسية جدل رهيب من يقول أن قرار الرئيس مرسي بإصدار كنرؤون باعتماد الجمعية التأسيسية الوضع الدستور ده علشان يعني فيما معناه يفلت تفلت الجمعية من حكم البطلان من القضاء الإداري وأعتقد أن حتى المتحدث الرسمي باسم الرئيسة قال أن القرار صادر منذ 11 من الشهر الجاري قبل حوالي أربعة أيام فعموما الآن أو من قبل القرار صدر وده قرار جمهوري ويجب أن يحترم لكن السؤال الثاني من سوف ينتصر قرار رئيس الجمهورية أم قرار القضاء أنا أعتقد أن القضاء يجب أن يحترم القضاء هو الذي جاء برئيس الجمهورية عن طريق الانتخابات والقضاء هو الذي طلع لمجلس الشعب فإذا أنا شايف أن قرار القضاء يجب أن يسرع الجميع ويحترم وأعتقد أن مؤسسة الرئاسة سوف تحترم الحكم الذي سوف يصدر غدا بشأن مصير الجمعية التأسيسية للدستور نتمنى طبعا يا فندم بس في نفس الوقت كتاب الدستور مصر نحن في مرحلة مهمة جدا ومرحلة خطيرة وكتاب الدستور مصر متهالي ده حق على كل المصريين أن يكون ممثل فيه كل المصريين بكل أطيافهم يبقاش حكرة على فصيله واحد أن هو يكتب للدستور بتاع مصر والحقيقة فيه جذل في المسألة دي وفيه ناس بتقول يعني الجمعية بشكلها الحالي متوازنة فيها كل طواقف المجتمع وفيها ممثلين الكوة السياسية والأحزاب بيقولون هي متوازنة فيه رأيي تاني بيقولون هي مش متوازنة بدليل أن فيه استقالات حدثت أمس من أربع أعضاء من حزب الحرية والعدالة قدموا استقالاتهم من هم أعضاء في مجلس الشعرى ووجودهم في الجمعية منحهم صفة النيابية وده مخالف للدستور فهم انسحبوا وبيقولوا انسح ابناء علشان نبطل بطلان الحكم بالبطلان لأن الدعاوة المرفوعة تكون من بين البطلان وجود أعضاء من مجلس الشعرى في الجمعية التأسية وهذا مخالف للدستور لننظر غدا ويجب أن يحترم حكم القضاء يسي على الجميع من أول رئيس الجمهورية حتى أي مواطن مواصل جريت الشروب الصفحة الثالثة العسكري يستخدم صلاحياته التشريعية ويصدر خمس قوانين والرئيس يصدق عليها ما يبقى لخمس قوانين هو فيه قانون للمعاشات العسكرية قانون للمعاشات المدنية قانون للعملين بالدولة كده ثلاثة قانون للمنطقة الحر بورسعيد كده أربعة قانون لأعضاء الهيئة التريس في الجماعات ده الخامس خمس قوانين هي طلع بها قرارات من قبل لكن أن تصدر بقانون فوعلت وعلى جميع جهات الدولة منذ إصدارها في الجريدة الرسمية أن يبدأ التنفيذ فورا فبالتالي إجمالي أسبوعين من تولي الدكتور محمد مرسي ده الحصيلة كلها في الخمس قوانين دول هم صدر المتفركين من قبل ولكن أن يصدر بقانون بما يعاد المرسوم بقانون فبالتالي نقدر نقول أن الدكتور مرسي يقدم نفسه للشعب وأصدر خمس قرارات أنا أعطاك أنها جميعها قرارات جماهيرية وتمس جميع المواطنيين الخمس تاشر في المئة العلاوة دي كانت المؤزنة للأسف كانت خالية منهم محدش قادر ياخد قرار لأن مفيش موارد الموارد مفيش فبالتالي تبتكي يا فاند مصر مفيش موارد مصر موارد كتير فكرة تاخد وشاة تنتهي الدولي ومنك التنمية الأفريقي يعني وبعدين دول الخليجي هتمدنا بقرود بس قرود لازم تسدد لازم تسدد التاج والعمل شكاية فاند مناسي يكون فيه رؤية فيه رؤية مستقبلية فيه مشروع قومي فيه أنا بقول للناس كلها اشتغلوا فيه أنا عندي مشروع مثل ماليزيا يعني فيه 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 مشروع الواحد ينظر لي كده للمستقبل عشان مصر نعم هكذا فيه مشروع النهضة الناس عايزة تعرف تعرف إيه تفاصيله تعرف إيه تفاصيله محدش عارف هو إيه مشروع النهضة وأتكلم عن إيه هذه هي نقطة نقطة أخرى أنا بطالب يعني بطالب رئيس الجمهورية كمواطن مصري يقول لنا المشاكل الملحة ما تعاملش فيها حاجة حتى الآن مشروع المشروع فيه سؤال عن النظافة أنا عايزين نتكلم عنه مثلا نظافة حاجات كده فبالتالي عودة الرئيس اليوم يبدأ إن شاء الله من غدا حسب المعلومات سوف يظهر غدا رئيس حكومة ويجري مشهورات لتشكيل الحكومة الجديدة سوف يظهر في نهاية الأسبوع شخصيات في القصر الرئاسي تصدلها قرارات بالتعيين سواء النواب أو المساعدين أو المجلس الاستشجاري فبالتالي أعتقد أن الفترة القادمة سوف يركز رئيس الجمهورية على الشأن الداخلي وعلى تشكيل الحكومة بالفعل خلاني يجي لشروق الصفحة الأولى ومتالي خبر مهم جدا شامع عادل الصحفية المختطفة في السودان بتعود إلى مصر اليوم على متنطائرة الرئيس مرسي تفاصيل خبرنا كل واحد صحفي عايز يروح يعمل حاجة عشان يرجع على طيارة الرئيس هي حظاها بس يعني لفتة جميلة وذكية من رئيس الجمهورية وأحنا نتمنى أن نروح أي بلد تانية نعرف أن الرئيس سيروح لا يعني أصدأ أقول أن هذا شيء جميل كرامة مصر عادت لمصر كرامة المصريين في الخارج الرئيس قال سوف أنتخب مساعد ليا لشؤون المصريين في الخارج هي أعتقدت مش داخل مصر في خارج مصر يسر عليها ما يسر على جميع المصريين في الخارج فبالتالي ألفتها والتحرك لإعادة كرامة مصر كرامة مصر ترجع إلى المصر في الخارج وليس في الداخل لأن صورتنا موجودة فبالتالي كون يستدعو الرئيس يستدعيها إلى عديس أبابا وصلت تعريبا مساء أمس إلى عديس أبابا والموظفين في الرئاسة قبلوها وبتساعد حاليا لتأتي في طائرة الرئاسة فبالتالي نقدر نقول أن حقيقي لفتة جميلة ومطمئنة لصورة مصر وصورة المصريين سواء كان صحفي أو مهندس أو طبيب كلنا مصريين فبالتالي أنا أقول أننا الوضع اختلف بعد الثورة عما قبل الثورة لأن صورة المصريين للأسف الشديد لم يكن أحد يحميهم أو يدفع عنهم لما تجي لفتة من رئيس الجمهورية شخصيا أنا في أن هذا شيء جيد وشيء كويس نتمنى طبعا كل المعتقلين في السبون إن شاء الله قريب جدا يخبهم أعتقد هيضر قرار نهاية الأسبوع بهذا الشأن نتمنى إن شاء الله برمضان المصر يوم الصفحة الأولى كارثة الأسكندرية للأسف 15 قتيلا وشهود 20 شخصا تحت الأنقاض يعني شوفي حضرتك نفس المشكلة القائمة الأزلية الاتهامات المحليات تتبرق والحياة تبرق والجميع تبرق وهتيجي النهاية على آسف البواب اللي موجود على المرة هو الاتهام فده الأسلوب لا يسري وما ينفعش أننا نتبع سليب تقليدية في نتبادل الاتهامات في حاجة ولا فاعل الفاعل ليس صحيح ولا نؤيد أن يكون الفاعل مجهول في كل الجرائم وفي كل ما يحدث فبالتالي أنا شايف أن على محافظة إسكندرية وعلى المسؤولين أن يأتوا بالمسؤول من اللي بنى العمارة والترخيص ومن اللي بنحلها الترخيص مش الأمارة ده هي الأمارة كانت خالية وقعت على ثلاثة أمارات فيها سكان وبعدين حركة عندنا فيه ما بين 15 إلى 20 شخص تحت الأنقاض يعني في أعداد المفقودين دلوقتي يعني مشكلة كبيرة كارسة كبيرة فبالتالي أنا شايف إن إعادة تأهيل إعادة تأهيل لمسألة إن إحنا إزاي كارسة وقت نعترف طبعا نفعل للأسف أنا وقتنا خلص بس أنا كنت عايزة نحرك يمكن بس ناخد الخبر الأخير يوم السابع الجيزة تفسخ تعاق وثلاثة شركات النظافة لإهمالها في رفع القمامة نعم دول تلاثة شركات وطنية مش خبراء جانب أو حاجة ما التزموش حسب التعاقد معهم الشركات طبعا عمال الشركات بالمئات بالألاف عملوا مظاهرة أمام المحافظة بالأمس وقالوا إحنا زنبنا إحنا بنشتغل ودخلين على رمضان وإحنا دلوقتي ما فيش حاجة فبالتالي المحافظ وعدهم هم المسألة تتحلل لأن المشكلة مش مع العمال بقدر مع المسكولين عن الشركات هم الذين أحملوا أخذوا الشيكات والأموال ولم يلتزموا ببنوط العقد فبالتالي دي مش مشكلة لها ليست في الجيزة ولكنها في جميع محافظات مصر وبنقول للدكتور مرسي أن توعدت الجمهورية في مصر العربية سوف تكون نظيفة من القمامة وننتظر هذا أن ينفذ ويفعل بالإن شاء الله إن شاء الله يا فندم الأستاذ ناصر رفيض مدير تحريك جريد الوافد واشكر حريكي فندم على وجودك معنا النهاردة إن شاء الله يكون للقاء التانية إن شاء الله أسمحنا أنت على فاصل ونكمل معكم بقى فاكرات نهارك سعيد فقالي قول موسيقى 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 موسيقى